ما هو الفرق بين المجال الكهربي والمجال المعناطيسي؟ إليك سبعة فروقات أولاً، يتولد المجال الكهربي من أي شحنة كهربية سواء كانت متحركة أو ساكنة أما من ناحية أخرى، يتولد المجال المعناطيسي فقط بواسطة الشحنات المتحركة ثانياً، يبدأ المجال الكهربي من الشحنة الموجبة وينتهي عند الشحنة السالبة في الطبيعة تكون الشحنة الموجبة والسالبة منفصلة عن بعضها البعض أي يمكن أن نجد شحنة موجبة بمفردها أو شحنة سالبة بمفردها ويمكن اعتبار أي منهما على أنه أحادي القطب ويسمى أحادي قطب كهربي فيكون لدينا أحادي قطب موجب أو أحادي قطب سالب أما في المغناطيسية فلا وجود لأحاديات القطب المغناطيسية هذا يعني أنه لا يوجد قطب شمالي معناطيسي بمفرده أو قطب جنوبي معناطيسي بمفرده أو على الأقل حتى هذا الوقت في المغناطيسية يكون دائماً لدينا ثناء قطب معناطيسي مكون من خطبين أحدهما شمالي والآخر جنوبي ويبدأ المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وينتهي عند القطب الجنوبي ثالثاً، تكون خطوط المجال المغناطيسي عبارة عن حنقات مغلقة أما خطوط المجال الكهربي من ناحية أخرى ليس بالضروري أن تكون مغلقة بل يمكن أن تبدأ عند الشحنة وتنطلق إلى ما لا نهاية مثل خطوط المجال الكهربي لشحنة النقطية رابعاً، إذا وجدت شحنة Q مثل شحنة الإلكترون أو البروتون أو أي جسم مشحون في مجال كهربي شدته E فإن هذا الجسم المشحون يتعرض لقوة كهربية تساوي قيمة الشحنة التي يحملها مضروبة في شدة المجال الكهربي F تساوي Q في E أما إذا وجدت الشحنة الكهربية المتحركة في مجال المغناطيسية شدته B وكانت تتحرك في اتجاه عمودي على هذا المجال فإنها تتعرض إلى قوة معناطيسية تساوي قيمة الشحنة مضروبة في سرات الجسم مضروبة في شدة المجال المغناطيسي أي أن F تساوي Q في B في V خامساً وحدة قياس المجال الكهربي هي فولت لكل متر ووحدة قياس المجال المغناطيسي هي فولت ثانية لكل متر مربع أو ببساطة هي تسلا سادساً عندما توضع شحنة كهربية ساكنة في مجال كهربية خارجي فإنها تتسارع وبالتالي نقول أن طاقة حركة الشحنة تتغير نتيجة لذلك تتغير الطاقة الحركية للشحنة أما من ناحية أخرى عندما توضع الشحنة الكهربية الساكنة في مجال مغناطيسية لا تتسارع وبالتالي لا تتغير طاقة الشحنة باختصار المجال الكهربية يبذل شغلاً على الشحنة ولكن المجال المغناطيسي لا يبذل شغلاً على الشحنة حتى لو كانت هذه الشحنة متحركة سابعاً يمكن حجب المجال الكهربية على سبيل المثال بمساعدة قافص فردي أما المجال المغناطيسي من ناحية أخرى لا يمكن حجبه ولكن يمكن على الأقل جعله ينحرف هذه لمحة بسيطة على الفروقات ما بين المجال الكهربية والمجال المغناطيسي نلتقي في معلومات هامة في الفيزياء حتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة